حوكمة الانترنت قد افتتحت بصورة رسمية من قبل معالي رئيس الوزراء لجمهورية اثيوبيا والآن سنمضي قدما ونباشر اعمالنا ونعطي لأسادة وسيدات المتواجدين معنا على المنصة الفرصة للتحدث شكرا جزيلا ويسعدنا تواجدكم معنا مرحبا بكم شكرا جزيلا في البداية اود ان اطلب من جميع المتحدثين في الجلسة الاولى التقدم الى المنصة واعتقد انه يوجد متحدث او متحدثين غير موجودين اعتقد ان هذه من اهم مراسم الافتتاح الكفأة لقد انتهينا قبل الوقت المحدد وانتهينا من الجزء الافتتاحي قبل الوقت المحدد وهذا امر رائع في حقيقة الامر الآن سنبدأ في الجلسة الافتتاحية وسنستمع الى كلمات من مجموعة من اصحاب المصلحة ارجو من حضراتكم جميعا العودة والجلوس في مقاعدكم واسمحوا ان اتأكد اذا ما كنت استطيع رؤية الجميع ام لا نعم حسنا اذا والان سنبدأ على التو ارجو العودة الى مقاعدكم حتى نبدأ على التو نعم أصحاب المعالي السيدات والسادة مرحبا بكم في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حكمة الانترنت السابع عشر بدون مزيد من الإطالة اسمحوا لي أن أدعو السيدة دورين مارتين الأمين العام المنتخب للاتحاد الدولي للاتصالات اشتركوا في القناة حسناً أصحاب المعالي أصحاب السعادة السيدات والسادة من المثير للاهتمام أن أعود مرة أخرى إلى أفريقيا القارة التي ولد فيها منتدى حكمة الانترنت وكذلك القارة التي يوجد بها المزيد من الأفاق من أجل زيادة القدرة على الولوج لشبكة الانترنت واستخدامها هناك العديد من التحديات التي واجهتنا ومن ثم ذكرت بالأمين العام السابق السيد كوفي عنان في القمة العالمية الأولى للمجتمع المعلوماتية لقد ذكر كل منا أننا لدينا دور فعال يمكن أن نطلع به في التحول الرقمي الذي بدأ يصيغ عالمنا إن التكنولوجيا قد أنتجت المعلومات كما ذكر والآن الأمر يعود لنا جميعاً لأن نبدأ مجتمعاً معلوماتياً هذا العام فإن منتدى حكمة الانترنت يأتي في وقت فارق حيث تسعى الحكومات لإيجاد سجل من أجل التوصل مع مواطنيهم وكذلك نجد أن هناك العديد من المشكلات الخاصة بقطاع التكنولوجيا وبالتالي نجد أن العالم برمته في صدد التوصل إلى اتفاق بشأن رؤية مشتركة بشأن تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والإنترنت أن الاتفاق العالمي الرقمي يعتبر من الاتفاقات التي تمثل مستقبل آمناً لنا جميعاً وهذه رؤية جسورة في عالم يكون فيه ثلثة البشرية غير قادرين على التوصل بشبكة الانترنت كما أنها رؤية جسورة في عالم تكون فيه المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا الرقمية بصورة متعظمة الأمر الذي يتطلب حلولاً تأذرية وتعاونية نعم هذه رؤية طموحة مما لا شك فيه ولكنها الرؤية التي نحتاجها ونحتاج أن نعتنقها علينا أن نعتنقها كمجتمع عالمي لأنه عدم القيام بذلك معناه أننا سندمر الفرصة الرائعة والهائلة أمام الإنسانية من أجل إيجادة مجتمع شامل وأكثر إنصافاً وعدلاً لنا جميعاً إن التكنولوجيا الرقمية تعتبر من المحفظات ومن خلال هذا العالم الرقمي نستطيع أن يكون هناك تغييراً في العالم في قطاع التعليم يمكننا كذلك أن نعمل على تمكين المحرومين والمهمشين من ناحية الإجتماعية والاقتصادية نستطيع أن نتأكد جميعاً من أن الجميع يستطيع أن يتواصل يمكننا أن نتشاطر في المعرفة الدولية والإنسانية والعلوم والزراعة والاقتصاد والهندسة وغيرها السيدات والسادة بات واضحاً أننا لن نحقق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة دون أن يكون لدينا الاعتماد على قوة التكنولوجيا والاتصال والمعلومات وبينما نقترب من تحقيق أهداف عام عشرين ثلاثين دعوني أسأل كيف يمكن للمستقبل أن يحكم علينا إذا ما أخفقنا في استخدام تلك الأدوات المتاحة لدينا بصورة كبيرة حتى نستطيع أن نبني مستقبلاً أفضل للجميع في العام الماضي وخلال هذا الاجتماع قمت بتشجيعكم جميعاً على أن ننظر إلى هذا المنبر وأن ننظر إلى مجتمع الإنترنت كمجتمع واحد ومن ناحية أخرى فإن الاجتماعات الأخرى لاتحاد الدولي للاتصالات قد أكدت على أنه يتعين علينا أن نستخدم هذه المنصة وأن نستفيد منها وهذا هو الاتفاق الرقمي العالمي ومن ثم يمكن أن أؤكد على أننا هنا وتحت راية الأمم المتحدة نستطيع أن نحقق ذلك وبالتاني أؤكد على أن اتحاد الدولي للاتصالات بعضويته المتفردة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص يمكنه أن يحشد المجتمع الرقمي ويساعد كذلك على أن نصغى إلى جميع الأصوات إن ثقافتنا الجماعية وكل ما أسسناه من مصادر تؤكد على أن أسرة الأمم المتحدة تستطيع أن تعتمد علينا من أجل أن يكون هناك حلولاً وموصولية ذات مغذى لنا جميعاً وبالتالي نستطيع في هذه الحالة أن نحقق رؤية الاتفاق الرقمي العالمي السيدات والسادة كم منكم كان حاضراً في قمة المجتمع المعلوماتية في تونس أرى أن هناك بعض الأصدقاء المتواجدين أنا كنت موجودة هناك في قمة مجتمع المعلوماتية وأرى كذلك الأصدقاء من تركيا كانوا متواجدين وأرى أن هناك الكثير الذين يتابعون بصورة الإفتراضية كانوا موجودين في تونس هناك في تونس كما أتذكر فإن روح التفاؤل قد سادت إن رفاهية العالم والرغبة في تحقيق التقدم ميزت تلقى القمة والآن بعد سنوات طويلة نجد أننا نفكر فيما تم إن الخدمات والشبكات التي نشكلها بصورة جماعية والتعاون الرقمي موجود الآن أمامنا بل أنه بدأ في إعادة سياغة عالمنا لدينا مسؤولية وواجب أمام الأجيال المستقبلية علينا أن نتأكد تماماً من أن كافة المخرجات والنتائج ستكون مفيدة للجميع ولن تؤدي إلى أي تدمير هؤلاء الذين استطاعوا أن يحققوا القدرة والسيطرة عن طريق التكنولوجيا يجب أن يستمع إليهم اسمحوا لي أن أختتم كلماتي مرة أخرى بكلمات من كف عنان إن التكنولوجيا هي التي تشكل المستقبل ولكن أؤكد على أنها ليست التكنولوجيا ولكن البشر المواطنين هم الذين يشكلون العالم والمستقبل وعليهم أن يقرروا بأنفسهم نحن المجتمع الدولي أمامنا فرصة سانحة لدينا التزام نطلع به أن نعمل سوياً من أجل أن نصيغى المستقبل الرقمي وأن نستطيع أن نصل إلى الإنترنت بصورة سريعة وبأسعار معقولة ويجب أن تتم للجميع دون استثناء أتطلع قدماً لأن أمضي معكم في هذه الرحلة شكراً جزيلاً شكراً لأمين العام المنتخبة للاتحاد الدولي للاتصالات والآن اسمح لي أن أدعو السيدة طفيق جلاسي مساعد المدير العام للاتصال والمعلومات بمنظمة اليونيسكو أصحاب المعالي أصحاب السعادة المندبون الكرام الضيوف الأعزاء السيدات والسادة اسمحوا لي أولاً بأن أبدأ بالإجابة على سؤال دورين نعم حضرت قمة مجتمع المعلوماتية في تونس في عام 2005 ونحن نعلم جميعاً أن تونس قد استضافت في هذا العام القمة العالمية لمجتمع المعلومات والتي كانت مهد منتدى حوكمة الإنترنت لقد أتيت من شمال أفريقيا ويسعدني أن أتواجد هنا في أفريقيا جنوب الصحراء في إثيوبيا كممثل لمنظمة اليونيسكو المدير العام في هذا المجتمع الهام إن منظمة اليونيسكو قد اشتركت بصورة مكثفة في منتدى حوكمة الإنترنت منذ ميلاده كما أننا استضافنا الدورة في عام 2018 في باريس في مقر اليونيسكو ونوصل العمل مع أصحاب المصلحة في منتدى حوكمة الإنترنت ويتم ذلك عن طريق مؤشرات العالمية الخاصة بالإنترنت ونعمل كذلك من خلال إطار اليونيسكو واسمحوا لي أن أتحدث عن المختصرات الأربع نحن هنا نتحدث عن حقوق الإنسان وكذلك نتحدث عن الوصولية وكذلك عن المنهج المفتوح لإشراق أصحاب المصلحة لاستخدام الإنترنت لقد أدركنا أن الإنترنت وأن التكنولوجيا الرقمية تعتبر العمود الفقرية للتحول الرقمي ومعالي رئيس الوزراء قد أكد على ذلك في بيانه الافتتاحية ولكن لا يوجد أي تحول رقمي ناجح يمكن أن يتضارب مع حقوق الإنسان وغيرها من القيم الإنسانية وهذه هي الرسالة التي أكدت عليها دورين في بيانها الافتتاحي هناك ثلاثة أسئلة محورية في هذه الرحلة من أجل التحول الرقمي ويتعين علينا جميعا أن نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة أولا لماذا نتحول ما هو الأمر الذي نحوله وكيفية القيام بالتحول الرقمي وأعتقد أن أهمية التحول هو أمر مهم ولكن بالنسبة للحدود الخاصة بالتحول الرقمي ليست من الأمر السهل أو كيفية تنفيذ التحول الرقمي ونشر عمليات التحول الرقمي مرة أخرى فإن المنهج الخاص بحقوق الإنسان والانفتاح وإشراق أصحاب المصلحة يشمل كذلك التأكيد على المساواة بين الجنسين وتغير المناخ ويوجد 303 من المؤشرات التي قمنا بتطويرها من أجل القيام بعملية تقييم وطنية للجاهزية الرقمية ويصعدنا أن نقول أن 44 من الدول حتى الآن قد استخدمت إطار روم ليونسكو وكذلك المؤشرات المختلفة و17 من تلك البلدان من القارة الأفريقية وهذا معناه أننا فقط في الإسبوع الماضي فإن أفريقيا قد أطلقت تقريرها الخاص بالتقييم الوطني الرقمي من خلال إطار ومؤشرات منظمة اليونسكو نحن نعيش في عصر تكون فيه المنصات الرقمية ذات سيطرة وسيادة ونعرف أن الشباب يجلسوا أكثر من ساعتين مرتبطين بشبكة الإنترنت بل نعرف أن هناك العديد من البلدان التي بها 80% من أراء المواطنين يتم الاستماع إليها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ورئيس الوزراء قد أحدث عن بعض المقاطر الخاصة من ذلك مثل تشويه المعلومات أو قد يكون هناك خطبات للكرهة أو نظريات للمؤامرة أو قد يكون هناك تحرش للمهنيين وما غير ذلك إلى آخر القائمة ولكن في هذا الحال هذا ليس شبكة الإنترنت التي نصب إليها نود من الإنترنت أن يكون مكانا خاليا من المقاطر العامة نود من الإنترنت أن يكون مكانا خاليا من أي إساءات نود مجتمعا معلوماتيا وأن تكون شبكة الإنترنت هي سلعة عامة لجميع كيف يمكن أن نحقق ذلك؟ يسعدني أن أؤكد على أن منظمة اليونسكو في فبراير القادم ستنظم مؤتمرا عالميا حول تنظيم المنصات الرقمية وحتى نتأكد تماما من أن المعلومات ستصبح سلعة عامة بينما نعمل على حماية حرية التعبير عبر الشبكة وعندما أقول تنظيم المنصات الرقمية لا أعني تماما أن يكون هناك رقابة لتلك المنصات الرقمية ولذلك فقد أضفت كيفية تنظيم المنصات الرقمية لضمان أن المعلومات سيسالة عامة وليس خطرا عامة بينما نعمل على حماية حرية التعبير نحن نعد لهذا المؤتمر العالمي بصورة شاملة ومنهج يشمل أصحاب المصلحة بما في ذلك 193 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية فضلا عن ذلك أصحاب المصلحة من شركات التكنولوجيا ومشغلي خدمة الإنترنت فدون هؤلاء فإن الإعلان سيكون مجرد حبرا على ورق ولكن شركات التكنولوجيا والمشغلي المنصات الرقمية يجب أن يتم إخضاعهم في إطار قواعد وقيم هذا لن يكون بديلا عن الجهات المنظمة على الصعيد الوطني ولكن نحن نود أن يكون لدينا نموذجا عالميا لتنظيم المنصات الرقمية يقبله جميع أصحاب المصلحة المشتركين اسمح لي أن أختتم هذه الكلمة بالتأكيد على أن منظمة اليونسكو ستواصل العمل عن كتب مع سائر أعضاء أسرة الأمم المتحدة مع مختلف أصحاب المصلحة سواء كان من المجتمع المدني الأوساط الأكاديمية القطع الخاص أو المؤسسات البحثية ويسعدنا أن نواصل النقاش فيما يتعلق بقمة العالمية لمجتمع المعلوماتية زائد عشرين وكذلك مستقبل منتدى حكمة الإنترنت وأن نسهم في الاتفاق الرقمية الدولية وفي قمة الأمم المتحدة للمستقبل في سبتمبر ألفين أربعة وعشرين ومن ثم اسمحوا لي أن أختتم بما ذكره السيد جوترس الأمين الحام للأمم المتحدة الذي أكد على أن هناك ثلاثة تحديات نواجهها في القرن الحالي تغير المناخ وكذلك التحول الرقمي وبالتالي يمكننا في هذه الحالة من خلال هذا المؤتمر أن نسهم في إيجاد حل لهذه التحديات الثلاثة أتمنى لكم منتدى مثبرا لحكمة الإنترنت شكرا لحكمة الإنترنت وكيل الأمين العام المتحدة في التالي يمثل الشباب في منتدى حوكمة الإنترنت إنه سيد لي إدينام بوسير أصحاب المعالي حضرة أديوف الكرام حضرة الزملاء الكرام حضر السيدات والسادة اسمي لي بوسين وإنني أنصق المنتدى الإنترنت في غانا أمثل اليوم الشباب وصوت الشباب في العالم وإنها المجموعة الأكبر استعمالا للإنترنت والأكثر مساهمة في مضمون الإنترنت إنني أرى شبابا في هذه القاعة وأحييهم أود أن أرشيد بأمانة المنتدى تحت إدارة أنيا جينغو ومشاركة الشباب الكبيرة في هذه الدورة للمنتدى وأحييهم على الجهود المبذولة لتنظيم اجتماعات في كل أرجاء العالم مثلا في إفريقيا في منطقة آسيا ومرحيط الهاد وأمريكا اللاتينية والكريبي وفي أوروبا إن اجتماعات هذا العام كانت شاملة ومثلة فيها الكثيرون ونحن نعتز لما تم تحقيقه وقد تم تركيز على فرص تغيير البيانات والمصاعب والخطوات لتحقيق مستقبل أخبر أفضل للبيانات ونظرا لحركية انخراط الشباب فإن شبابا من المناطق الريفية والمجتمعات النائية شاركون بشكل متزايد في النقاش حول حوكمة الإنترنت يواجه البعض بقيودا من الفقر والبطالة وغيرها من الأفات أو من أشكال تهميش الاقتصادي والاجتماعي التحديات كثيرة تحول دون استفادة الشباب استفادة كاملة من التحول الرقمي ومنها كلفة التوصيل انقطاع خدمة الإنترنت والأمية الرقمية ويمكن وإن التغيرات التي نسعى إلى تحقيقها فتفرض علينا إعادة التأمل في أساليب مشاركة الشباب وعلينا أن نسلم بمنفعة مشاركة الشباب عن طريق وتوفير مجالات لمناقشة القضايا التي تهمهم أما التمويل ودعم غير المركزي من القطاع الخاص ومن المنظمات الأخرى من شأنها أن تساهم في مشاركة مفيدة للشباب في حوكمة الإنترنت ونحن قمنا بأعداد تقرير أن ننقله إليكم في اختتام هذه الدورة إن مستقبل شبكة إنترنت مأمونة ومتينة ومفتوحة هي مهمة مسألة تهم الشباب علينا أن ننهض بالتفاهم المشاركة بين كل أطراف الشأن لإحياء مجتمع إنترنت يقوم على أسلوب منظمة وسياسات تشمل الجميع شكرا الداعي اللي تعريفي بمتحدثنا التالي أعطي الكلمة لسيد فينتصرف وهو رئيسي فريقي المنتدى الحكومي المنتدى حوكمة الإنترنت تفضل يا سيدي عندما يصفق الحضور قبل أن تتلفظ بكلمة فقد يكون الوقت مناسبا لكي تعود إلى مقعدك لأن الوضع لن يكون أفضل من ذلك إنني أثمن هذه الفرصة بأن أكون أثمن ملاحظات الليلي وحبذ لو كنت شابا من جديد أصحاب المعالي حضرة الحضور الكريم يسرني أن أعرب عن امتناني لسخاء إثيوبيا التي تستضيفنا وأتوجأ وأمانة المنتدى وأشكر كل من قد ساهم في إعداد هذه الدورة لمنتدان اللاسيما رئيس الفريق الاستشاري المتعدد الأطراف الشأن بول ميتشيل إن فريق القيادة يسلم ويحي الأمين العام أنتونيو جوتيريس على انخراطه المنتج مع الفريق الاستشاري ومع المشاركين في هذا المنتدى السنوي نحن ننوي بالتوسيع التعرض كل الأطراف المهتمة بمخرجات منتدان لثيما في مجال الصحة ومثاهمة الإنترنت وإن التحدي هو التدليل على المنافع المترتبة عن الإنترنت بما يعود بإحياء بيئة منتجة إن العمل شخص بمنتدان وبفريق قيادته وبمشاركيه وينتظر أن يسلط النور على تلك الذوايا الداكنة وأن ينير الدروب التي تؤدي إلى استخدام ناجح للإنترنت لكل شعوب العالم ودولها أنه نحن ندرك الأولويات لثيما فيما يتعلق بالملكية والمحاسبة والقدرة على أداء دور فاعل في النظام الإيكولوجي للإنترنت فعلينا أن نعزز تلك الخصائص المرغوب فيها لنظامنا السلام والأمن والخصوصية والفائدة وإمكانية الوصول في و الكلفة المنخفضة والقدرة على المقاومة والاستدامة التشغيلية وقدرة على التكيف وما إلى ذلك كلها كلمات ترددت في هذا المؤتمر منذ أن العقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات الأولى لطالما تعجبنا لمشاكل الإنترنت ولما يوفره من فرص وقد وصفناها بالتفصيل وقد آن الأوان لاتخاذ خطوات ملموسة لإحياء نظام نرغب فيه جميعا وتحقيقا لهذه الغاية لابد من دعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة والمتمثلة بالمثاق الرقمي العالمي ونحن ملتزمون لتقديم أمثلة ملموسة قد أدي إلى تحسين الشبكة والبيئة الرقمية بشكل عام أرجو أن العالم في العام الفين وخمسة واربعين سوف يسترجع هذا الاجتماع ويحيي جهودنا فدعونا الآن ننكب على العمل وشكرا شكرا جزيلا يا المتحدث التالي الوكيل الأمين العام وهو مبعوث أمين عام المتحدة المعني بالتكنولوجيا تفضل قال لنا فينت بأنه ينبغي أن ننكب على العالم فأتسأل لماذا أنا هنا الآن أصحاب المعالي والسعادة حضرة السيدات والسادة لمن الدواعي السروري أن أجتمع بكم في مدينة أديس أبابا الرائعة وإنني ممتن كون المنتدى يعود إلى دياره في إفريقيا فقد انطلقت هذه المسيرة في تونس على النحو الذي ذكرتنا به دورين فنحن نعتز كون المنتدى عاد إلى القارة الإفريقية ونحن نعتز كون هذه الجماعة قد توسعت مبادرات إقليمية متزايدة مبادرات وطنية متزايدة وكما أننا نحيي طابعه الشامل للأطراف المختلفة من خلال الجلسات والمناقشات والمباحثات في إطار الفريق الاستشاري وفي إطار فريق قيادة المنتدى الحديث العهد الذي يشارك فينسيرف بإدارته حققنا الكثير منذ سبعة عشر عاما إلا أنه ينبغي النقطة شوطا أكبر عندما بدأ الأمين العام بالتأمل في التعاون الرقمي في عام 2018 قد ركز أساسا على تعزيز حوكمة تكنولوجيا المعلومات لا الإنترنت بحد ذاته بل العالم الرقمي بشكل عام وفي السنوات الأخيرة تم التسليم بأهمية الانتقال الرقمي واليوم فإن كل مؤسسة أممية تطلع بعملية تحو رقمي والقضايا ذات الصلة تمثل أولى أولوياتها إنه لأمر محبذ إلا أنه ينبغي أن ندرس بصورة معمقة أساليب تحسين إدارة تلك التكنولوجيات إن المنتدى بحد ذاته عليه بدوره أن يؤدي دورا في هذا الصدد لذلك تم التركيز في الفريق الأمين العام رفيع المستوى الخاص بالتعاون الرقمي على حوكمة زائدة للمنتدى وإن فريق القيادة الذي عقد أولى اجتماعاته في الساعات الأخيرة يدرك ما هو برنامجه أي أن تكون هذه الجماعة متكافئة مع التحديات والأعوام المقبلة إن التحديات تحديات كثيرة وقد ذكرها المتحدثون سبقون في الكلمة وفي أفريقا بالتحديد ثلاث أولويات الأولى التوصيل إنه عمل مضن يقضي بتشييد البناء التحتية المادية لتوصيل الرقمي إنه عمل مضني يقضي بتخصيد كلفة البيانات إنه العمل المضني المتعلق بإحياء القراءة الرقمية وبتوفير المضمون في اللغات المحلية وتوفير مجموعات البيانات المحلية وإن ذلك لن يكفي فثم حاجة لتركيز على أولوية أخرى التي تتعلق بأسكك المشتركة لمشاركة شاملة في الاقتصاد الرقمي اليوم فإن البناء التحتية العامة الرقمية الخير العام الرقمي جزء من مصطلحاتنا اليومية إلا أن دولا قليلة قد حققت أو فعلت قوة البناء التحتية الرقمية العامة وعلينا أن ننقل هذه الرسالة حتى تتمكن دول أخرى بأن توزيل العوائق على المشاركة في الاقتصاد الرقمي وأن تتمكن شركاتها الناشية الصغيرة التي تحتاج إلى تحقيق العمليات السداد على الخط وإنها كثيرة حتى تتمكن إذن من الاستفادة من البناء التحتية الرقمية أما الأولوية الثالثة لإفريقيا وربما لكل أو أغلبية الدول العالم تتعلق بالنظام الإيكولوجي للبيانات ترددت في الحديث عن البيانات الكبر الذكاء الاصطناعي الذي أصبح مصطلحا دارجا وإلا أن ذلك يعني بناء قدرات العلوم البيانات والبيانات الموارد البشرية لتحقيق عمليات انتقال أساسية وتحول أساسية أي في الزراعة والصحة وأيضا في مجال الصحة والاقتصاد الأخضر إن هذه المشاكل لا تقتصر على الدول الأثرية أو على وإنها ليست بمشكلة فنية إنه تحدي يواجه الجميع ينبغي أن نصر حتى لا تتخلف أفريقيا عن الركب وعلينا أن نعمل على هذه المسالك الثلاثة بشكل متزامن ومن خلال تحقيقها ومن خلال هذا المنتدى سوف تتمكن وهذه الجماعة من دعم تبادل المعارف من خلال الخطوط الإشرادية ونهج السياسية ومن خلال بناء شبكة بالإساءات التي نشاهدها على الخط ذكرها الزميل من اليونسكو ولكن هناك أيضا قضية الفرص التي تفوتنا إن خطة التنمية المستدامة خطة العام برنامج عام العام 2030 قد تراجع بسبب جائحة كوفيد 19 والآثار الصدمات الأخرى السياسية الاقتصادية والجغرافية ولن نتمكن من الاستدراك هذا التأخير لذا فإن الميثاق الرقمي العالمي يمثل فرصة للاستفادة من الفرص وللتصدي لسوء استخدام تلك التكنولوجيا لسيما عندما نتحول إلى الجيل الجديد من الشبكات الذكية نتحول إلى إنترنت الأشياء وإلى تكنولوجيات التي تشمل أو تتخطى أطر السياسة والحوكمة الحالية إن هذه العملية التي سوف تؤدي في عام 2024 إلى اعتماد ميثاق رقمي عالمي هي عملية متعددة الأطراف الدول الأعضاء في طبيعة الحال ولكن سوف تتفاوض في شان هذه الوثيقة ولكن يشارك فيها تشارك فيها الجامعات والقطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والمجتمع المدني كلهم يؤدون دورا يؤدي إلى إلخال المزيد من الدقة ومن الواقعية إلى النقاش السياسي وسوف يكثل اعتماد ميثاق استشرافي يمكن تنفيذه عمليا ليس على صعيد الدول والحكومات بل أيضا على صعيد القطاع الخاص والمجتمع الأهلي والجامعات وشبكات التكنولوجيا إنه لعمل عملاق وقد وإن البادرة تثير التفاؤل إن لهذا المنتدى بنوض خمسة على جدول أعماله وكلها تتكافأ مع أفريقة مع مهام أفريقة المثاق الرقمي العالمي وفي نتائج مباحثات سوف تكون حيوية لقمة المستقبل في عام 2024 وأتمنى لكم كل توفيقي والنجاح شكرا جزيلا لوكي الأمين العام السيد أماندي بسينجيل على عما قدمته من أفكار المتحدث ما قبل الأخير هو رئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة السيد جوران ماربي لك الكلمة تفضل بالتحية طيبة للجميع المشكلة أن يكون المرء المتحدث ما قبل الأخير بعد هذه المجموعة المرموقة من المتحدثين انقطع الصوت إذن لا تقلقوا سوف أنكبوا على العمل ولذلك أشمر على يدي كما يقال في العام تحدث البعض إذن كنت في اجتماع فريقي عملي المنتدى في جناب وكانوا يتحدثون عن كل مشاكل الإنترنت عن التضليل وإلى آخره ولكن أود أولا نرحب بكم إلى عالم الإنترنت إلى جماعة الإنترنت لطلما أيدنا أيدت المنتدى منذ نشأته لأنه المنتدى الذليج تشمع وكل أطراف الشأن الحكومات والمجتمع الأهلي والأشخاص العاديين للاجتماع والتحدث بين بعضهم البعض وأن يجتمع في أفريقيا فهو مصدر معلومات ومنفعة لي ولمنظمتي إذا أنه ينبغي ألا نتنسن قوة الإنترنت هي أنها مصدر معلومات مصدر يشغل بشكل عام لا يتدخل فيه أحد إنه شبكة الشبكات ويسمح للجميع أن يتواصلوا بين بعضهم البعض ولديه بروتوكولات ومعايير فنية للتشبيك والتواصل وإن هذه القواعد الفنية أساسية لكفالة التشغيل البيني فكلما تتوجهون على الخط سوف تجدون تقوم به مؤسساتنا وشركاؤنا الفنيين وإن ذلك يقدم بشكل مجاني كيف لنا أن نعرف الإنترنت لدينا أكثر من كلمة لوصف الإنترنت إذن ولكن سوف أكتفي بوصف الإنترنت بأنها جماعة فنية لتبسيط الأمور يمكنكم أن تستخدموا بشكل مجاني دين الإنترنت البروتوكولات والدين أس والعنوين بروتوكول الإنترنت إن لم تستخدمونه أنتم لم تعودوا على الإنترنت عندما تتأملون في الإنترنت قد تتأملون قد تنتهون في حسوب شخص وبذلك تكونوا قد خسرتم الإنترنت وقد وجدتم أنفسكم في مكان آخر ورغم من كل ذلك فإن خمسة ملايين من الأفراد قد قرروا أن يستخدموا هذه الشمكة رغم هذه المشاكل ويستخدمون بروتوكول الفني نفسه ولا يمكن لمجموعة واحدة من أصحاب المصلحة أن تقرر للآخرين كيفية عملها على المستوى الفني لقد رأينا محاولات من قبل الحكومات لتقويد نموذج أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أهداف سياسية من خلال إدخال لوائح تؤثر عن طريق الخطأ أو التصميم على الأداء الأساسي للإنترنت يلعب صانع السياسات ذوي النوايا الحسنة الذين يتطلعون إلى السيطرة على شركات التكنولوجيا الكبرى وحماية المستهلكين لقد كانت هناك العديد من المشكلات متعلقة بالإنترنت من المشكلات من المشكلات من المشكلات وإنما لا ينقطع الإنترنت أبدا لأنه تم التصميم له من قبل أشخاص أذكية من خلال نموذج أصحاب المصلحة المتعددين تمكننا من القيام بهذا الأمر لذلك أنا سعيد بهذه المناقشة ولم ننتهي بعد تعتقدون أنكم تتصولون على الإنترنت وأن كل شيء يفلح ومحتوى الإنترنت باللغة الإنجليزية وأقل من 20% من الأشخاص حول العالم يتحدثون الإنجليزية والتغير الأساسي الذي سنحدثه في المراحل القادمة هو التركيز على المحتوى لكي يتكيف مع تطلبات كل الحكومات وسنعمل على إطلاق التحالف الخاص بأفريقيا ويحدثني الأمل أنكم ستتضمون إلينا في هذا الحدث كما أود أن أشكر الشرقاء منذ منظمة الاتصالات الدولية وقمنا بإطلاق منصة في كينيا منذ أسبوعين وقمنا بالاستثمار ولم نطلب من أي شخص التمويل ولكن قمنا بذلك بأنفسنا ومن المهم بما كان أن نزيد سرعة الإنترنت في أفريقيا وكل ذلك لضمان الأمن وكيف نعرف ذلك نعرف ذلك من خلال التفاعل مع ال-IDF أشكركم جزيلا على حسن أزغائكم وسأ أعيد سأعيد إلى حيث كانت في البداية شكرا جزيلا سأعيد مربي سأعيد أصحاب السعادة المنطبون المقارون الزملاء المشاركون في منتدى حكمة الانترنت اسمي جميلة بنتريني أنا أعيش وأتي من البرازيل وأنا أمثل مجموعة أمريكا اللاتينية ونيابة عن جمعياتنا ABC الكثير مننا في هذه هي النسخة الأولى لمنتدى حكمة الانترنت الذي نحضره بشكل حضرير وبعد أن ضربتنا جائحة الكوفيد بأشكال عدة ونحن نعمل على تصميم حكمة الانترنت حتى تساهم في المنافع المشتركة أي مستقبل مستدام ومنصف للانترنت والدورة السابعة عشر تأتي في وقت تفاقم الأزمة العالمية مثل ضعف الديمقراطية الحروب وضعف الديمقراطية وتغير المناخ ضمن مسائل أخرى وهذه الأزمات تمت ترجمتها من خلال وصم السرد وأيضا التأثير على قوة الشركات الكبيرة في الفضاء الرقمي ونشوء احتلال رقمي جديد للبيانات ولكن ماذا يعني كل ذلك لحكمة الانترنت من وجهة نظري فإن ذلك يعني التالي أولا كل هذه الأزمات الأخيرة تفاقمت ونشأت بسبب عدم المساواة وعدم الإنصاف بالنسبة للتوازن القوة والتكنولوجيا تؤدي إلى التفاقم عدم التوازن وظهر ذلك أثناء الجائحة عندما تمكنت مجموعة صغيرة من السكان الاستمرار في أعمالهم بشكل آمن وبشكل افتراضي بينما الآخرون استمروا في دفع الثمن ولكن هناك الانترنت والتكنولوجيا التي لعبن دورا في عدم المساواة ولكن لكي تكون مستدامة نحتاج إلى استعراض أولوياتنا ونجد طرق لأفضل استخدام للعمليات الدولية الراهنة وأن عدم التوازن يؤثر على الفضاء الإنترنت ونحتاج إلى ضمان مشاركة أوسع في كافة المناقشات على المستوى الحكمي أن المنظمات الدولية يجب أن تعطي المثال من خلال اعتماد التدبيير لإشراك المجموعات المهمشة وإسمع صوتها ولذلك نحتاج إلى أن تعمل الوكالات التنموية والمصارف على الدخول كل ما يشدد أيضا على ضرورة بناء الشفافية والمساءلة والأليات التي يجب أن تكون في عملياتهم ومنتدى حوكمة الإنترنت هي حجر زاوية على مستوى تحسين التنصيق في حوكمة الإنترنت العالمية وستساعد على تصميم أشكال للحوكمة السؤال الثاني متعلق بالعلاقة بين الأزمات المتعددة التي تؤثر علينا ومنتدى حوكمة الإنترنت ذلك لأن الإنترنت في حياة الأشخاص ويعمل على ربط المرتبطين وغير المرتبطين بالإنترنت ويجب أن يعمل الإنترنت على خدمة أهداف المهمشين وليس العكس ويجب أن يتمكنوا من اتخاذ القرارات في كل ما يمس بحياتهم وثغرة الإنترنت لازالت قائمة في أفريقيا وأساسية ويمكن الاطلاع بالمزيد من الجهود لعملية الربط حتى تتمكن المجتمعات من الاستفادة وتوسيع نظم الإيكولوجية للاتصالات حتى يكون لدينا حلول قائمة على المجتمع وذلك مشأنه أن يساعد على تقديم محتوى جيد وملكية من قبل المجتمعات وإجراء تعديلات اقتصادية في العديد من المجالات في أفريقيا وكما برهننا على ذلك وبالنسبة للمجتمعات ويجب على النساء والشباب ومجتمع الميم أن يكونوا جزء من كل هذه المناقشات حيث أنهم لعبوا دوراً أساسياً في بناء القدر على الصمود ويجب إتخاذ التدابير الأساسية لضمان مشاركتهم في كافة المحافل والعمل على حماية حقوقهم بما في ذلك الحرية في الحياة والتعبير وأن لا يكون هناك انتهاك لحرياتهم والعمل على ضمان أن أصواتهم توصل إلينا أخيراً لا يمكن أن أقف هنا دون التجديد على النداء الذي أطلقه المجتمع المدني وذلك للحصول على إنترنت مفتوح وآمن حتى نتمكن من التمتع بحقوقنا الأساسية بينما نحن نحتفل بمنتدى حوكمة الإنترنت فهناك ضغط على المجتمع المدني الذي يجب أن يلعب دوراً أساسياً للنهوض بحقوق الإنسان والحقوق الجنسانية وإدخالها في حوار حوكمة الإنترنت حتى نحقق المستقبل الذي نصب إليه وتشدد المترجمة على أن نص المتحدثة لم يكن متوفراً لدينا شكراً جزيلاً سيدة فينتوريني أعتقد أننا نأتي إلى نهاية إلى ختام الجلسة الإفتاحية بتوقيت كندا فهذا يعني أننا متأخرين ونحن لسنا متأخرين إذن سنرفع الجلسة للغذاء وهناك إذن نشرات موجودة في الخارج بالنسبة إذن للنشرات اليومية يمكن أن تجدوها خارج القاعة شكراً وروفع هذا الجلسة شكراً وروفع هذا الجلسة شكراً ورمشاً بالنسبة